من مبارح للنهاردة 24 ساعة دول في حوالي 68 حالة ازالة جديدة الناس ما بتنساقش فساد الفساد لا يتوقف لكن برضو الدولة لن ولم تتوانى او تتهاون اهو اهو دي صور جديدة يا جماعة ولا صور قديمة دي يا ابراهيم اه انا مش هازها يعني عشان اللي بنقوله دي صور جديدة اهو والشرطة وقفة وهذه المحليات من النهاردة من مبارح للنهاردة يا جماعة حوالي 866 ازالة بهذا الشكل اتبانوا امتى دول في غيبة الضمير وفي غيبة انا اسف اجهزة معنية بعدم السماح بالتعديل ما هو الراجل ده اللي بنى البيت الكبير ده هو في الارض الزراعية يعني انا انا باقترح على اللواء محمود شعراوي والاطقم المعاونة ان يكون هناك عداد كل يوم زي عداد كورونا كده احنا خلصنا قد كده خلصنا قد كده خلصنا قد كده خليه والعداد لا يتوقف وكل وسلم تعلنه وخلينا كل محافظ يبعت ويشتغل ونقول ونصور وإحنا نزيع هذا كلام عشان هذا كلام يعرف المتعدي انه لن ينجو بتعديه الفاسد لن ينجو بفساده ما فيش حد هيطلع لسانه للدولة لن تسمح الدولة المصرية الان ان يخرج لها فاسد لسانه لن تسمح الدولة المصرية ان واحد بلطجي او خارج على القانون ينجو بفعلته اهو الصورة قدامنا ايه الصورة قدامنا ايه ادي اللودر بهد اهو لو احنا كنا منعنا البناء من الاول ما كانش الناس هتزعل انا بقول برضو لو كنا ادي الهدم حاجة تحزن طبعا انا مش فرحام بالخراب انا اكيد الناس دول كانوا وعدين ومستقرين وغيره وهم بنيين غلط وبيتعاقبوا وبيتحاسبوا وده حق الدولة وحقينا كلنا لكن كان المفروض من الاول المكان اللي فيه هدم ده هو اكيد فيه رئيس حي او رئيس وحدة محلية او رئيس بتاع زراعة او غيره ازاي سمح ان ده يحصل عشان ابدأ اهد والناس استقر وفكروا ان الدولة نايمة على ودانها في كل الاحوال انا ادعو المواطن انه يعلم علم اليقين انه لن ينجو بفعلته واللي يزعل يا جماعة من الحق يبقى هو حق